السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد لو أول مرة تشوفني دي كانت اشترك فعل الجرس عشان يوصلها كل جديد بمجرد ما أنا بنسله وليلسه مصلش على النبي صلي معي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النهاردة معي أكلة يعني ممكن تعتبروها أن هي غريبة شوية بس هي حلوة جدا بيسموها في سفور الغلابة أو جنبري الغلابة حلوة جدا رخيصة في السعر كلها لحم حاجة كده أزأزة يعني هي جميلة جدا مع شوية أسماك أو حتى لو من غير أسماك كمان تعودت أسأز فيها فتحفة وجميلة وطعمها طلع حلو أنا كنت أول مرة أجربها في حياتي طلع كمان لها طرق كتيرة جدا غير أن هي غير الطريقة اللي أنا هعملها النهاردة فإن شاء الله كده كل ما جيبها هعملكوا طريقة مختلفة فيها عشان لو حبيتوا أن أنتوا تغيروها أو تجربوا برضو الطعم التاع ده المنظر بتاعه وده شكلها حاول أن أنت لما تشتريها تكون طازة كده مسكة نفسها ما تكونش متكسرة عند الرجل في الطاولة بتاعته يعني ما يديكيش سليم على متكسر لأ حاولي تبقى الوحدة مسكة نفسها ده شكلها شكلها الله مبارك حلوة مش وحشة ما تخفيش من منظرها لأ هي حلوة كل اللي أنت شايفها ده لحم مفيش حاجة هتترامى غير القشرة اللي من بره الخارجية بس تنظفها بيبقى عامل إزاي بقى إن أنا بحطها تحت الحنفية كده وفي مية جارية في حلة يعني في مية جارية هبتدي إن أنا أخسلها حلوة جدا لحد ما المية بتاعتها تبقى شفافة كده وما فيش أي رملة ولا أي يعني المية تبقى حلوة ما يبقاش متغيرة هغيرها هحط بقى هحطها في حلة هحاول لأن أنا أغير المية عليها كل ما حس إن لون المية متغير يعني أنا غيرتها تلات مرات بس وبعد كده هبتدي أشتغل بقى شغلي على النار مش هياخد وقت تلت ساعة أو ربع ساعة بكتير قوي هتكوني مخلصة كمية كلها ده شكلها بعد ما غيرت المية خلاص حطتها في الحلة حطت بقى الكمية بتاعتي كلها على حسب بقى أنت جايبة كيلو نصف كيلو اثنين كيلو برحتك وعلى النار هبتدي حطها وعليها البصل ده دول حوالي بصلتين كده أو تلاتة صغيرين فمقطعهم أربعة تربة والبهارات بتاعتي هتكون كمون وملح بس مش هزود أكتر من كده عايزة تحطي شطة هيبقى برضو اختياري على حسب ممكن تحطي نص معلقة ربع معلقة على حسب أنت عايزة إيه حطيت على الكمية بتاعتي عشان أنا جايبة كمية كبيرة حطيت حوالي ربع كوباية صغيرة وكده من عصير اللمون دي بتديها مزايزة كده وطعم حلو جدا هبتدي بقى أن أنا أقلب الكمية دي كلها بالبهارات بالحاجات دي كلها مش هحط بقى مية أكيد مش حابة اللمون تحطي ما تحطهوش حطي في النهاية مش عايزة تحطيه خالص ما تحطوش زي ما قلت لكم مش هتاخد ربع ساعة على النار بل بالعكس دي مش هتاخد خمس دقيق كمان أول ما تشمي ريحتها كده تحس أن أنت يعني شم جنبري على النار ريحتها تحفة وحلوة البهارات بتعيدها خفيفة ملح وكمون ما زودناش أكتر من كده طلعنا بأحلى شربة منها عايز أقول لكم لحمها تحفة بجد أنا كنت أول مرة في حياتي أكلها أتفرق كده على شكلها ومستغرباها فلما جربتها بصراحة لا التجربة حلوة مش وحشة أتمنى أن أنتوا تجربوها كمان شايفين شربتها صافية كده وبدون أي شوائب لا طعمها حلوة قوي أتمنى أن أنتوا تجربوها لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد بمجرد ما أنا بنزله شايفين ده الشكل بتاعها مجرد بس أن أنت تعملي القشرة من بره زي الاستاكوزة كده تعملي القشرة بتاعتها كلها كده دي اللحم كله ولا بقى فيها سلسلة ولا حبل رملي ولا الكلام ده كله كليها كده وبألف هنا هتعجبكم إن شاء الله في منها كمان المبطرخ وخليكي صحية كده وانت بتشتريها بلاش الراجل يديكي حاجات متقصرة خليها الوحدة بوحدتها فيديو بسيط وسهل وسريع كده في ظل الأسعار اللي احنا فيها فحاجة ناكلها ومغزية مش وحشة أشوفكم في وصفة جديدة إن شاء الله أو حلقة جديدة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته